موسيقى رأى النائب الاول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف ان تدخل الجيش المصري في النزاع الليبي يمكن ان يساعد على استعادة الدولة الليبية واشدد جاباروف في الوقت نفسه على انه تعين السعي الى حل سياسي للأوضاع في هذا البلد مضيفا بالطبع هناك حاجة لاجراء مفاوضات سياسية لتسوية الوضع ولكن اذا ساعد الجيش المصري يليبي على استعادة الدولة فسيكون ذلك جيدا ولفت السيناتور الروسي لان الجيش المصري تحديدا هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر ولفت السيناتور الروسي الى ان الجيش المصري تحديدا هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر بعض الاطاحة عمليا برئيس الدولة حينها محمد مرسي والان تتطور البلاد بنجاح ورأى جاباروف ايضا ان مصر من الواضح قلقة حيال زعزعة استقرار الوضع في ليبيا وكان مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد يحضر بدعم حفتر قد اعلن في بيان بالخصوص على ان القوات المسلحة المصرية عليها التدخل لحماية الامن القومي الليبي والمصري اذا رأت ان هناك خطرا داهما وشيكا يطال امن البلدين كما يذكر ان روسيا تبذل جهودا لحل النزاع الليبي وشاركت على وجه الحصوص في المؤتمر الدولي حول ليبيا في يناير في برلين من جانبه حضر قرقاش من طبول الحرب التي تقرع حول سيرت وقال وزير الدولة لشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم الثلاثة انور قرقاش ان طبول الحرب التي تقرع حول سيرت في ليبيا تهدد بتطور جسيم وتابعات انسانية وسياسية خطيرة ودع قرقاش في تغريدة نشرها في حسابه على تويتر الوقف الفوري لاطلاق النار وتغليب الحكمة وقال الدكتور انور قرقاش طبول الحرب التي تقرع حول سيرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتابعات انسانية وسياسية خطيرة وندعو من الامارات الى الوقف الفوري لاطلاق النار وتغليب الحكمة والدخل في حوار بين الاطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة وتجهل التحريض الاقليمي وغايته وكان التقرير ذكرت ان مجلس النواب الليبي الذي مقره بشرق ليبيا اصدر بيانا يوم امس دع من خلاله القاهرة لاتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ امن البلدين القومية والتدخل عسكريا لصد الهجوم التركي على سيرت والجفرة والذي يعد له في هذه الايام وربما في الساعات القليلة القادمة ما ينبئ بحرب اقليمية شارسة لن ترحم احدا هذا وقد اعلن بيان للمتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا العقيد طيار محمد قانونو ان الوقت حان لتدفق النفط مجددا والضرب على الايد التي توقفه وقال قانونو في بيان الناري حان الوقت ليتدفق النفط مجددا والضرب على الايد العاثم العبثة بقوت الليبيين وانهاء توجد المرتزق الداعمين لمجرم الحرب الذي اباح لهم ارض ليبيا وسماءها وشدد المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق قال الاستمرار في ضرب بؤر التهديد اينما وجدت وانهاء المجموعة الخارجة عن القانون المستهينة بارواح الليبيين في كامل انحاء البلد وبشر قانون من وصفهم بالليبيين الشرفاء بان قوة الوفاق ماضية الى مدننا المختطفة ورفع الظلم عن ابنائها وعودة مهجريها وسنبسط سلطان الدول الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها وجه المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق رسالة لمنعتها بفلول حفتر مفادها الجواب ما ترون لا ما تسمعون